يناقش مجلس نواب غدا مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح بعض تيسيرات لإعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارجة وخلال جلسة اليوم دعا رئيس مجلس النواب الحكومة لسرعة اتخاذ اللازم في ملف الانتاج الداجيني ووافق النواب خلال الجلسة على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والسندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشهر الدكتور حنفي جبالي تناولت عددا من الملفات التي تهم المواطنين إضافة إلى استعراض عدد من مشروعات القوانين الجلسة استعراضت ملف الانتاج الداجيني حيث دعا رئيس مجلس النواب الحكومة لسرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وخلال الجلسة تمت إحالة ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها مجلس النواب وفق كذلك على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة في مجموعة على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة النهاردة أمام مشروع متميز جدا المشروع النهاردة يعني بيشتغل على ملفين مهمين هو الملف الاقتصادي والملف البيئي فعلا لقينا النهاردة التشريعات اللي منشأنها أن هي بالدعم التكنولوجيات اللي فعلا بتحافظ على الانبعاثات كمان بالنسبة للملف الاقتصادي يمكن المشروع النهاردة بيعمل عملية التنمية الصناعية بيعملها في قطاع متميز جدا وهو قطاع صناعة السيارات نمرة واحد هو طبعا يعني بيدعم سياسة الصناعة في مصر وده شيء جميل جدا النقطة التانية أنه هو مع الاتجاه العام للعالم أنه هو التصميع ده هيبقى سيارات صديقة للبيئة فهذا يدعم الحفاظ على البيئة المصرية والبيئة فيه على مستوى العالم النقطة التالتة أنه هو ممكن هيدعم التصدير للخارج وده هيدعم الاقتصاد المصري كما شهدت الجلسة في الختام موافقة النواب على القرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2022 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومتي مصر وفرنسا لتطوير خط سكك حديد طنطا المنصورة دميات عقب ذلك قرر رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة إلى الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة